اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وفي عندك جرس زغير جنب كلمة سبسكرايب اضغط عليه علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والمراجعات ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها طبعا احنا لو رحنا زيارة لحديقة الحيوان هنلاقي فيه تنوع فيه الكائنات الحية من حيث اول حاجة الشكل بتاعها بتاع الحيوانات دي والنباتات وبين حيث الحجم وكمان فيه تنوع من حيث طريقة التغذية وتنوع من حيث البيئة اللي بيعيش فيها الكائن الحي لو بصينا على الحيوانات هنلاقي مثلا ان الفيل ومثلا الخارتيت دول حجمهم حجمهم كبير بالمقارنة بايه مثلا بالارنب والفار يبقى دول من حيث الحجم كده حجمهم كبير اما الارنب والفار في الحجم ايه ماله بقى صغير يبقى دا تنوع في الحجم وفيه عندنا كائنات حية بتعيش فيه المياه مثلا زي الاسماك وعندنا التمسيح وكمان سباع البحر كل دول بيعيشوا فين في بيئة المياه وفيه حاجات بتعيش على اليابس زي مثلا الحصان زي الغزال زي الاسد دول بيعيشوا على اليابس يبقى دا كده تنوع بالنسبة للكائنات الحية يعني ايه تنوع يعني اختلاف طيب نشوف مع بعض النباتات عندنا اشجار ضخمة كبيرة زي النخيل زي الكافور وفيه اشجار صغيرة وقصيرة يعني فيه عندنا اشجار او نباتات قصيرة زي مثلا البرسيم زي الجرجير يبقى دا تنوع من حيث النبات كبير او صغير طيب عندنا نباتات اوراقها ضخمة زي الموز يبقى عندنا نبات اوراقه بتكون كبيرة مثل الموز وعندنا نباتات اوراقها صغيرة زي مثلا الملوخية زي مثلا البرسيم دي كده التنوع بتاع الكائنات الحية لو انا شفت الكلام دا في البيئة هذا رميز ما بين الكائنات الحية بكل بساطة تعالوا تشوف مع بعض تنوع الكائنات الحية الدقيقة علشان نعرف الكائنات الحية الدقيقة هنعمل فحص قطرة من ماء بركة راكدة هنحضر ماء من ماء راكد من بركة وهنبتدي ان احنا نعمل التجربة بتاعتنا اول حاجة هنحضر شريحة زجاجية والشريحة الزجاجية دي بتبقى عبارة عن مستطيل رؤية من الازاز وهنضع عليها قطرة من الماء بتاعت البركة اللي احنا اجابنا وبعدين هنضع عليها سبغة اسمها ازرق ميسايل الازرق الميسايل ده عشان ازبغ الكائنات الحية اللي انا عايز اشوفها وهنغطي الكلام دوت بغطة شريحة زجاجية وهنفحص تحت حاجة اسمها المايكروسكوب او المجهر وبعدين هنلاحظ وجود كائنات حية دقيقة كتير جدا لا ترى الا بالميكروسكوب ولا ترى بالعين المجردة زي نشوف مع بعض اول حاجة هنشوفها حاجة اسمها الاميبة الاميبة بيبقى شكلها بالمنظر ده كده اعملها اي شكل يجبك ده شكل الاميبة بيبقى جوه منها نواة حاجة اسمها نواة وبيبقى فيها سايتوبلازم وبتتحرك بحاجة اسمها الاقدام الكاذبة بيبقى جوه منها حاجة اسمها فجوة غزائية وحاجة اسمها فجوة منقبضة يبقى دي عبارة عن الاميبة اللي بتعيش في المياه الراك ده اول كائن حية بنتعرض له النهاردة طيب تاني كائن حية بنشوفه في المياه حاجة اسمها البراميسيوم وهو عبارة عن وحيد الخلية برضو بيتكون من خلية واحدة البراميسيوم بيبقى شكله عامل كده في نواة وعلى جسمه بيبقى فيه اهداب الاهداب دي بيتحرك بيها اللي هي شبه رموش العين يبقى دي كده عبارة عن اهداب وسيلة الحركة يبقى دي كده نواة واللي جوه السائل ده اللي هو عبارة عن ايه السايتوبلازم يبقى ده البراميسيوم تلاتة هنلاقى حاجة اسمها اليوجلينا اليوجلينا بيبقى شكلها كده عامل زي الكومتراية كده وبعدين طالع منها حاجة اسمها صوت بيبقى فيها نواة وبيبقى فيها سايتوبلازم ببساطة ايه بقى اللي هو ده الصوت هو وسيلة الحركة يعني حاجة كده عاملة زي الفتلة بتحركها يمين وشمال وبتندفع بيها يبقى انا عندي كده الكائنات الحية الدقيقة اللي انا شفتها دلوقتي هي عبارة عن كائنات مجهرية يعني ايه كائنات مجهرية يعني لا يمكن رؤيتها الا بالماكروسكوب تتكون هذه الكائنات الحية من خلية واحدة ومنتشرة جدا في كل حتة يعني موجودة في المية وموجودة هذه الكائنات الدقيقة في الهواء وموجودة في التربة في كل مكان تعالوا تشوف مع بعض كده خطط تصنيفية للكائنات الحية اولا تصنيف النباتات حسب الشكل الظاهري بنقسم النباتات حسب شكلها الظاهري الى نوعين نباتات لا تتميز الى جزر او ساق او اوراق يعني ما عندهش ولا جزر ولا ساق ولا اوراق اللي هي ايه بقى اللي هي عندنا التحالب بانواعها التلاتة التحالب الحمراء والخضراء والبنية ما عندهمش ولا جزر ولا ساق ولا اوراق يعني عبارة عن اشرتها وفي عندي بقى نباتات تتميز بوجود جزر وساق واوراق ودي معظم النباتات اللي موجودة على سطح الارض نلاقي النبات كده ليه ساق وقادي التربة هي نلاقي النبات كده ليه ساق وقادي التربة فيها جزر من تحت كده بالمنظر ده ادي الجزر وهنا ايه الاوراق بتاعت ايه النبات يبقى دي معظم النباتات اللي احنا بنشوفها لها جزر وساق وأوراق يبقى أنا كده قسمت النباتات حسب المنظر الخارجي بتاعها يبقى ده أول تصنيف طيب التصنيف الثاني ثانيا تصنيف النباتات حسب طريقة التكاثر بقسم النباتات حسب طريقة التكاثر إلى نوعين عندي نباتات تتكاثر بحاجة اسمها الجراسيم وعندي نباتات تتكاثر بالبزور زي أغلب النباتات اللي احنا بنشوفها طيب اللي بيتكاثر بالجراسيم دول اللي هم عبارة عن إيه عبارة عن حاجة اسمها الصرخصيات أو ممكن نقول عليها الصراخص الصراخص أو الصرخصيات عندنا مثالين حاجة اسمها كزبارة البئر وحاجة اسمها الفوجير دول بيعملوا تكاثر بالجراسيم طيب ايه هي الصرخصيات الصرخصيات هي عبارة عن نباتات أرضية صغيرة نباتات أرضية بتعيش في الغابة صغيرة يبقى ده النوع الأول من تكاثر النباتات بالجراسيم حاجة اسمها كزبارة البئر والفوجير أما بقى النباتات اللي بتتكاثر بالبزور فتنقسم هذه النباتات إلى نوعين نباتات معرات البزور أو عاريات البزور ونباتات كاسيات البزور أو بنقول مغطات البزور معرات البزور ديت ليس لها غلاف سمري طيب بتنتج بزورها ازاي؟ بتنتج بزورها داخل حاجة اسمها مخاريط تعمل كده حاجة كده عاملة زي الكورة وتحط البزر جواها زي ايه؟ عندنا مثالين حاجة اسمها السيكس وحاجة اسمها السنوبر أشجار السنوبر والسيكس دولت من معرات البزور أما كاسيات البزور أو مغطات البزور فدي البزرة بتاعتها نوعين يأما تكون زات فلقة واحدة يأما تكون زات فلقتين يعني انت لو فتحت مثلا حباية فول هتلاقي جوا منها نصين يعني هما دول الفلقتين زي الفول والبسلة زي مثلا الترمس أما زات الفلقة الوحدة عندنا الأمح اللي هو الغلة والشعير وعندنا الأرز وعندنا الدرة كل دولت من زات الفلقة الوحدة وبكده أصدقائكم وصلنا إلى الجزء الأول من التصنيف ومبادئ التصنيف وانتظرونا في الجزء الثاني إن شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي من قناة المتفوقين نفهم دروس مجانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته